اشتركوا في القناة وسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي وسيدة إيريانا برينغوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى سيد الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن وكذلك تأكداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى أفاق أرحب خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين خاصة في ضوء الدور المصري الهم بقيادة سيد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار لسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزامات دولية وإقليمية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي بايدن مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وكذا تكسيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعيد وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر والطراب أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية حيث شدد سيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعا جديدا ويفتح أفاقا واسع لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة أعمار غزة كما تترق اللقاء كذلك إلى مستجدد عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد سيد الرئيس الموقف المصري السابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسستها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار كما تم في ذات السياق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حيث أشاد سيد سوليفان بجهود مصر الحسيسة على هذا الصعيد وتم التوفق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي تم أيضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة حيث أكد سيد رئيس على موقف مصر السابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول السلس كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى السيد الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلي إلى مصر مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية مستعرضا سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة من جانبه أرى بسيد دانتاس على تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة ومشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة اللقاء شهد تبدل وجهة النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة همة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعيير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة